موسيقى السلام عليكم اليوم سنصحح تمارين الخاصة بالأعداد العشرية إذن نبدأ بالتمارين رقم عشرة ونقرأ التعليم أصل كل عدد كسري وكل عدد عشري بالنقطة المناسبة على المستقيم المدرج لاحظوا هنا لدينا كصور عشرية وهنا لدينا أعداد عشرية في فيديو سابق تعرفنا كيف نمر من الكصور العشرية إلى الأعداد العشرية ذا لدينا 23 على 10 تساوي 2.3 27 على 10 تساوي 2.7 29 على 10 تساوي 2.9 33 على 10 تساوي 3.3 و2.8 هي 28 على 10 ننتقل إلى المستقيم المدرج لدينا 2 ولدينا هنا 3 إذن هذه هي الوحدة فهي مجزأة إلى عشرة أجزاء متساوية طول كول تدريجة هو عشر أو واحد على عشرة أو صفر فاصل واحد إذن سيكون لدينا هنا العدد 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 أخيراً أخيراً 3.3 نحن الآن في التمرين 13 نقرأ التعليم وحيط الكتابة بالأرقام المناسبة لكل كتابة بالحروف إذن العدد الأول تمانية أعشار تمانية أعشار يعني سيكون لدينا رقم واحد بعد الفاصلة دي الممتاز سيكون هو صفر فاصلة تمانية تسعة أجزاء المئة يعني لدينا تسعة ستكون في المرتبة الثانية بعد الفاصلة لاحظوا هنا تسعة في المرتبة الثالثة بعد الفاصلة وهذا ليس عدد عشريا إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الأخير تلاتة وعشرون عشرا يعني سيكون لدي رقم واحد بعد الفاصلة إن هذا هو العدد الصحيح هذا اختيار خاطئ لأن لدينا رقمان بعد الفاصلة وهذا ليس عددا عشريا وحدة وعشران وحدة في الجزء الصحيح وعشران طبيعة الحل في الجزء العشري هنا لدي صفر في الجزء الصحيح وهنا واحد في الجزء الصحيح واثنان في الجزء العشري إذن هذا هو الاختيار الصحيح نحن الآن في الثامين أربعة عشر لاحظوا معي لدينا عشرون فاصلة خمسة وسبعون تساوي عشرون زائد صفر فاصلة سبعة زائد صفر فاصلة صفر خمسة إذن فكك العدد عشرون فاصلة خمسة وسبعون على شكل مجموع عدد صحيح وأعداد عشرية لأن سنفكك هذا بنفس الطريقة ثلاثة فاصلة صفر تمانية الجزء الصحيح هو ثلاثة نكتب ثلاثة زائد لدينا ثلاثة فاصلة صفر تمانية إذن سنكتب أيضاً صفر فاصلة صفر تمانية بنفس الطريقة نفكي كل عدد الآخر نكتب خمسة وأربعون فاصلة ثلاثة وعشرون تساوي خمسة وأربعون زائد صفر فاصلة اثنان لأن اثنان رقم أعشر زائد صفر فاصلة صفر ثلاثة لأن ثلاثة رقم أجزاء المئة العدد الأخير مئة فاصلة صفر ستة هو مئة زائد إذن هنا لدينا صفر في رقم الأعشر إذن لا داعي لكتابة صفر فاصلة صفر هو لا يعني شيئاً نمر مباشرة إلى رقم أجزاء المئة ونكتب زائد صفر فاصلة صفر ستة نحن الآن في ثمانين خمسة عشر سنفكيك العدد سبعة وتسعون فاصلة خمسة وأربعون على شكل مجموع عدد صحيح وأعداد كسرية لنفكيك بنفس الطريقة الجزء الصحيح في العدد تسعة فاصلة صفر تمانية هو تسعة نكتب تسعة زائد تمانية هو رقم أجزاء المئة إذن سنكتبه على شكل تمانية تمانية على مئة مئة وخمسة فاصلة وسبعة وعشرون يكتب على هذا الشكل مئة وخمسة الذي يمثل الجزء الصحيح زائد إثناني على ماذا؟ بالفعل إثناني على عشرة لأن إثناني رقم أعشر زائد سبعة على مئة ستة وتسعون فاصلة صفر تسعة يكتب على هذا الشكل ستة وتسعون زائد انتبهوا معي تسعة هو رقم أجزاء المئة إلى تسعة على مئة ممتاز إذن هكذا أنهينا تصحيح تمارين الأعداد العشرية أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الضرصة جيدا